أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا إلى يوم الثلاثاء 6 نيسان القمر موجود في منزل سعد السعود هو استقر في برج الدلو عشان هيك هو في سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يمكث في هاي المنزلة لغاية ساعات الصبح يعني لغاية الساعة 2.38 دقيقة بتوقيت جرينيش صباحا بعدين بنتقل لمنزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد وبما أن القمر موجود في برج الدلو فتأثيره على جميع الأبراج على كافة الأبراج فهذا اليوم نشعر الآن بحاجة مسألة تغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية نكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي قخصة شعار مثلا أو شراء جهاز إلكتروني أو تلفزيون مثلا أو تجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا مجموعة من الزوايا الفلكية مش كثيرة ولكن إنها شوي هيك إلها معاني قوية أول زاوية هي زاوية اقتران سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين زحل ورح تكون في تمام الساعة عشرة واثنين وثلاثين دقيقة ظهرا من واجه مصاعب وعراقيل تطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظ بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 17 دقيقة بعد الظهر بتوقيت الجرينيتش بسود جوعا من الود فبيتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 38 و 39 دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلقى المساندة والدعم من الأصدقاء من التجه لتغريب العقل وبينصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بما أنه هاي الزاوية هي تتليث فتسديس عفوا فهي بتدل على انحسار القمر يعني ضايل أسبوع ويختفي القمر وبينولد القمر لجديد فبالنسبة للطبعا رح نحكي عن ولادة الهلال في وقتها إن شاء الله أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الدلو فخلو المسار رح يكون بكرة يوم الأربعة سبعة أربعة ولكن رح يبدأ خلو المسار في فترة الساعة عشرة وأربعة دقائق صباحا يعني بتوقيت جرينيتش بالأردن الساعة وحدة وأربعة دقائق ورح يستمر لغاية ساعة المساء يعني تقريبا من الظهر بيستمر معنا طيلة النهار للساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني الساعة اتناعش تقريبا يعني منزيد ثلاث ساعات الساعة حدعش وتسعة وعشرين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحود وهذا يعني أنه فترة خلو المسار أنه الواحد يحاول قدر الإمكان ينفذ كل الأشياء المهمة والضرورية من مشترى أو من عقود أو أشياء قبل قبل خلو المسار لأنه في خلو المسار هي فترة نحسة ما بننصح أنه الواحد يعمل أي شيء مهم أو ضروري بهاي الفترة أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال زي ما حكينا هو ثلاث وعشرين يوم في تمام الساعة اطناش وتسعة عشر دقيقة بعد منتصف الليل يعني صباحا بتوقيت جرينيش بصير القمر عمره أربع وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربع اليوم مزاجه سعيد بنسبة مية في المية القمر في الدلو حتى يوم سبعة أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية لغاية ساعات المساء بعدين بصير سعيد أما بالنسبة العطارد في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة هوا سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الحمل حتى يوم اربعة عشر أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة سعيد منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% أما نبتون في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتساعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة لأجواء داعمة وبناسبك العمل ضمن مجموعة ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهميش أنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيغ الوضع وبرضو حاول تنجز كل الأعمال المهمة لأنه ابتداء من بكرة القمر رح يصير في الحوت ينتقل للحوت هو بيت متعبك فالأمور رح تكون ضاغطة برج الثورة يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبتقدروا اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه نأخذ الجانب السلبي من وجوده في منزل التربيع لإلكم لا تشوهوا صمعتكم بظروف ضاغطة وممكن تحمل لك هاي الفترة برضو شغلات إيجابية زي فرصة عمل مهمة بدك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والامتحانات الجامعية والدراسة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم بوسعكم اليوم اجتياز امتحان ممكن تسافر أو توقع على عقد أو تروج لمواهبك واهتماماتك أهم إشي إنك تكون جريء لا ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت وثبت طاقتك وجذارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحمل انفراج كبير برج السرطان بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم حاول انك تكون واثق من نفسك ومن كفاءتك ولا تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ممكن اليوم تنشغل بملفات إدارية برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر مقابلكم تماما حاولوا انكم تبحثوا اليوم عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي يعني ما بين الأزواج أو اللي بينهم أي شيء له علاقة بالشراكة وهاي الفترة تعتبر من أسوأ الفترات لأن القمر مقابل وأكثرها تهديد للاستقرار بتكتحاذروا من أمور إلها علاقة بالفضائح ممكن تتميل لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج ودون عصبية برج العذراء رغم تراكم العمل أنتم قادرون على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة هنا تلزمكم الواجبات وممكن ترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق نظم وقتك جيدا تفادي لأي تقصير أو تأخير أهم إشي أنك ما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير هذه فترة مناسبة للحوار والنقاش والمصالحة وتعتبر فترة حظ أهم شيء أنك ما تقف متفرج وضيع الفرصة أمامك إذا كان في فرص حاول أنك تستغلها وتسعلها الأجواء رومانسية ودافئة وجيدة جدا برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة حاول بس أنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقار ما أهم إشي أنك تتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين لأنه اليوم مزاجك متقلب ومتجهم وممكن تظهر بعض المشاكل البيتية أو العائلية برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات واللقاءات القصيرة وفي منكم رح يكون له تعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم اليوم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع اليوم بسرعة خاطر وبرضو عندك قدرة للتصرف لكن حاول أنك تسيطر على إنفعالاتك تضطر لتقديم المساعدة لأحد الأخوة أو لأحد الأصدقاء اليوم أهم إشي الضبط الأعصاب برج الجدي تم فرصة لمكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن اليوم تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة يعني الأجواء شوي بدأت تركيز على الأمور المالية بشكل دقيق برج الدلو اليوم أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم اليوم في تصاعد بتكون اليوم أو بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات ممكن اليوم تتسلط عليك الأضواء على وعلى قدراتك وتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة هاي الفترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير واختحام مجالات جديدة أهم إشي أنك أنت تتحرك برج الحود اليوم زي ما حكينا يوم أمس أنه ببلش طبعا وجود القمر في بيت المتاعب بتشعروا بالتعب بسيطرة عليكم أهم إشي أنكم تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنكم تخلدوا للراحة أو ما تجهدوا نفسكم كثير بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعد بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ الأمور المهمة اللي بتطلب منك توقيع أو إجراءات مهمة جدا حاول أنك تأجلها لبكرة الأجواء بتصير أحسن حاول أنك تتخلص من عاداتك القديمة وإن شغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك من كون انتهينا من توقعتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة